هو شيخ المجددين وسابق عصره كان له بعض الأراء الصادمة لبعض من علماء عصره فيه أمور كالنقاب والحجاب وتكسيد الأنبياء في الأعمال الفنية هو شيخ المجددين الشيخ عبد المتعال الصعيدي في مصر أرض المجددين تمثل محور المشروع التجديدي للشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله تعالى في إعادة قراءة النصوص وفي بيان قواعد هذه الإعادة أبوي الشيخ عبد المتعال الصعيدي أهم مؤلفاته كتاب المجددون من قرن الأول الهجري حتى القرن الرابع العشر الهجري وكان طول النهار يقعد يقرأ ويألف كما فعل في مسائل عدة تتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة وبتجديد النحو وبمسألة الحدود رحم الله عبد المتعال الصعيدي رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل السيد دكتور علي جمع أهلا وسهلا بحضراتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا بحضراتكم الرحلة بتستمر وتتواصل مع المجددين على أرض مصر وأنا توقف عند محطة فريدة في الآراء اللي صدرت من هذا الشيخ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدي أولا ممكن حتى تقربنا أكتر من هذه الشخصية من الناشئة من ناحية العلمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الشيخ عبد المتعال الصعيدي كان مهتما اهتماما بليغا بالتجديد اللي احنا بنقول مصر أرض المجددين صحيح وكان مهتما به حتى من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية الفكرية الشيخ عبد المتعال الصعيدي اتولد سنة 1894 يعني لما قامت صور التسعتاشر كان عنده 25 سنة وكان انتهى من الدراسة على الطريقة القديمة الرصينة بتاعة الأزهر الشيخ مات سنة 66 عن عمر يناهز 72 سنة الشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله وتعالى كان من المشايخ القدماء الذي يستطيع ان يدرس في اي كلية يعني في اللغة العربية يدرس في الشريع يدرس في اصول الدين يدرس وهكذا وكان من الطرائف بالنسبة لي انا شخصيا انه شيخ شيخي يعني الشيخ عبد الله الغماري وهو شيخي مباشرة حصل على العالمية مرتين عالمية تسمى عالمية الغرباء يعني الناس اللي مش من مصر اللي من ماليزيا ومن اسيا اللي من افريقيا هم يخففوا عنهم شوية يعني يدرسوا حاجة تاخد بها شهادة اولية فدي عالمية الغرباء هو خدر الشيخ عبد الله والعالمية الكبرى العالمية الاصلية بقى العالمية اللي هي العالمية العالمية دي كان ليها اوضاع معينة وهي ان تمانية كان الاول اتناشر يعودوا يناقشوا فيه خمس ست ساعات كانت الاول تلات ايام تلات ايام اه يام الشيخ المهدي العباسي في اواخر القرن التسعتاشر كانت تلات ايام يقعدوا فيه بيت شيخ الازهر كما افدى ذلك صاحب الخطط التوفيقية علي مبارك باشا ويقعدوا بقى تلات ايام هم الطلبة وهم وكانوا اتناشر وكانوا يمسكوه يسألوا فيه ويشوفوه ويعملوا وبعدين يدولوا العالمية من احد الدرجات التلاتة الف وبه وجيم الالف ده يدرس في كل العلوم وبه يدرس في بعض العلوم ويعينونها وجيم يدرس في علم واحد الرابع صائب بقى الرابع يعيد يروح يعيد اه الكلام ده طبعا عبالمجينة بقى سنة 25 وكذا الى اخره اتغير وبعدين الشيخ عبدالله القماري موليد 10 يبقى اذا الشيخ عبدالله الصعيد اكبر منه ب 16 سنة استاذه على طول فامتحن ومع كان الشيخ بسيوني زغلول والشيخ يعني كان مجموعة من المشايخ امتحن الشيخ عبدالله القماري وعطوله العالمية ومن اول مر في مسابقة عملتها الدولة اسمها يعني اتكلم عن الأظهر الشريف فألف رسالة في هذا المجال وتاريخ الأظهر ألف في تاريخ الأظهر ولما ألف في تاريخ الأظهر بدأ يضع برنامجا لتطويره وتجديده الأظهر كمؤسسة وكنظام تعليمية الأظهر كمنهج الأظهر كمؤسسة تعليمية الأظهر كفكر الأظهر كمستقبل عمل حاجة غريبة جدا وهي التجديد في فهم النصوص وده يخلينا نقول إنه هو ابتدى يتكلم في منحة العلاقة بينه وبين التراث جاب حاجات جديدة قابلة للمناقشة والصوت نفكر نشوف وإحنا بنستعرض دلوقتي مش معناته إن أنا مؤيده ولا معرضه ده مش القضية كده القضية إن إحنا بنصل وقلت الضوء على الجانب التجديدي إله يعني إيه تجديد فجي في مسألة الحدود وكان له رأي غريب ما خطرش في بال السابقين إيه الرأي ده قال طيب اقروا الآيات كده الآيات دي دم تيجي تقراها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما السارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما وتقروا كده ما تلاقيش فيها كلب تلك حدود الله تلك حدود الله ذكرت في حق الستات وضيعت حقهم تلك حدود الله ذكرت في الصيام في العبادة تلك حدود الله ذكرت في الطلاق لكن ما ذكرتش هنا تلك حدود الله طيب ما تيجي نوسع كده شوية أنا ما بقولش إنه الحدود دي غلط ولا بتاعه وبيقول ما بقولش الحدود دي غلط ولا حاجة أنا بقول اقرى الآيات وحدها كده وبعيد عن أي تأثير آخر فهتلاقي إنه بيقولك فا يعني فاديا يعني ما بعدها يمكن أن يكون للإباحة مش للتعقيب والسرعة مش للوجوب ومش للوجوب ومش للوجوب فاقطعوا ها يقولك السارق والسارقة على فكرة يستحق أطع إيديه واخد بالك إزاي لكم أن تقطعوا أيديهما لو قطعتم أيديهما مش هتغضبوا ربنا لأنه ارتكب جريمة تخلي بأمن المجتمع وسلامه فظيعة جدا ويجب علينا أن نفهم أنها فظيعة جدا لكن لما يأتي الحاكم وينظر إلى أن قطع اليد ده مش مناسب ليه مش مناسب لأنه فيش قاضي مجتهد القضاء ما بقوش شريح القاضي المجتهد وعلي بن أبي طالب وأبو يوسف القاضي تنميز أبو حليم ما مشابنش بالمستوى ده لمرة اتنين الشهود ما عدوش الشهود اللي هم أن إجابة الشهادة يعني عليها عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق والناس الأكابر لا في التلقي ولا في الزم حد في الشهادة ربنا أمرنا اضراء الحدود بالشبهات يبقى إذن لما يجي حاكم ويقول يا جماعة الحدود دي لأنها مباحة أنا مش هاخدها وهاخد بعقوبات أخرى راضعة تؤدب المجرمين وتعاقب الجريمة فماشي ما يجراش حاجة ما يبقاش خالفنا لأن أنا شايف أن الحدود مش إنها عبارة عن واجبات ينبغي أن تكون لا الحدود عبارة عن آخر ما للعقوبة أن تكون طيب واضح أن هذا الرأي أصار موجة الله أعلم من ردود الأفعال هنعرف بحرك بعض الفاصل حصل حصل إلى مرتبة تكفير طيب أنا أنا محتاج أسأل حضرتك الحقيقة في الإطار دا لأن اللي كان لشيخ عبد المتعالي الصعيدي أراء الحقيقة محتاج أن نقف عليها بأن النقاب يرفض النقاب وأنه ليس من الإسلام يبيح تكسيد الأنبياء على الشاشة فكرة أن الحجاب أمر مطروك للرجل وزوجته هم يقرروا الحجاب من عدم فالحقيقة لا محتاجين نقف على هذه الأمور ولكن بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا إذا أردت أن تجد مكانا يحمل اسمه صفات أهله وأطفاله حاملون لكتاب الله فأنت داخل قرية النقاب بمحافظة الدقاهلية مصقة رأس الإمام محمد عبد المتعالي الصعيدي فمنزل الإمام داخل القرية لا يزال يلقى اهتمام كل أبنائها ذلك المنزل العريق بطرازه الفريد وبساحته التي شهدت الكثير من المحافل للإمام الصعيدي تطرح بالخير طوال العام كان المضيحة بتاعة العمد اللي هو أنسيبه الشيخ سعيد الكامل كنا كل اللي بيجي بيجي يحضر بروس علمية والكل ده ماشية مفصوطة وهو كان راجل متواضع جدا ومن قرية النجباء إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية تلك المسافة البعيدة التي كان يقطعها الإمام محمد عبد المتعالي الصعيدي في رحلاته للعلم داخل أعرف الصروح الأزهرية في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا الذي حصل منه على الإجازة وشهادة العالمية مرحب بفضيلة العلم الجليل والدكتور علي جمعة أهلا بحرك مرة أخرى مولانا أهلا وسهلا بكم الحديث مستمر حول أراء الفضيلة الشيخ عبد المتعالي الصعيدي التجديدية في وقت الحقيقة شديد الصعوبة في أنه تقبل هذه الأراء فكرة أنه يسمح بتكسيد الأنبياء على الشاشة مش عايز أقول تعطيل حد قطع اليد أو حد السرقة ولكن زماناك تفضلت بشرقه قبل الفاصل فكرة أن الطلاق لا يقع إن كان شفاهيا ولكن لابد أن يكون مكتوبا للزوج والزوج الحق في تحديد ارتداء الحجاب من عدمه إزاي جمهور العلماء في الأزهر تقبلوا هذه الأراء وقتها خصوصا أنه وصف نظام الأزهر وقتها أو نظام التعليم في الأزهر بأنه عقيم هو في الحقيقة في بعض الأشياء مفهومة حتى خطأ عن الشيخ عبدالله بن تعالي الصعيد وفي بعضها صحيح وناتج من إعادة قراءة النصوص بناء على البيئة وبناء على اللغة وبناء على المصلحة إلى آخره يعني هو بيتكلم في إن حكاة الحجاب دي هو لا يقصد الحجاب المشهور من ستر العورة إلا الوجه والكفين وكذا إلى آخره وإن كان هو كان مع كثير من علماء الأزهر أنه يرى كما يرى الإمام مالك أن النقاب لا ترتديه المرأة إذا كان أهل البلد دا يرتدونه لكن هو الحجاب الذي يتكلم عنه هو الوقر في البيت كان في هذا الزمن أغلب الستات مش طلعة للعمل مظبوط؟ تطلع أو لا تطلعش وإذا طلعت يبقى لها نفقة أو لا مالهاش وإذا طلعت تبقى تطلع غصب عن جزها ولا تطلع بالاتفاق مع جزها تمام طيب نعمل إيه؟ قال لا دا باتفاق بنا وبين زوجها زوجها يرى إنها تروح تعمل وتساعد في المعايش وإنها تخرج علشان تعمل أما الحجاب اللي هو إنها سترة لجسدها دون وجهها وكفيها فدي قضية تانية خالص ولم يتعرض لها وتعرض للنقابة لكن لم يتعرض لقضية حجاب المرأة المسلمة الذي هو اللبس إنما بيقول وقرنا في بيوتكنا دا حجاب أيضا كمام لأنه بيقول إن أمهات المؤمنين ما حد تشوفهم وإذا أردتوا أن تسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب يبقى إذا شوفوا وسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء حيطة من وراء استارة فالنقطة دي لا مش هينفع التلسير طب الطلاق الشفعي والطلاق الكتابي الطلاق الشفعي لا هو ما قالش على الطلاق الشفعي أنه لا يقع هو عايز يخطو خطوة في الاختيار الفقهي وهو أن الطلاق نتبنى من ذهب إلى أنه لابد فيه من الشهود فأنا عايز أطلق يبقى يجيب الشهود الأول فعبال ما أروح أجيب الشهود والشهود تقولي ليه هتخرب البيت دا فيه أولاد دا الست معلش أخر مرة هتعمل يعني يفهموا كده ما يعقد عامل زي عقد الزواج زي ما بدعوا الناس لعقد الزواج وبنرتب وبناخد مواعيد يبقى كذلك الطلاق وهو عقد يأخذ حكم الزواج لأن دا عقده دا عقد إش معنى بقى واحد في فورة الغضب أو فيه نزوة أو فيه خناءه وبعدين يطلق ويبقى نأنول لأ الطلاق عقده يحتاجوا إلى شهود كما أن الزواج عقد يحساجوا إلى شهود فهو بيتكلم على النقطة دي وهو تبني ودخل به أئمة والأئمة يقولوا أنه عقد فيحتاجوا إلى شهود يؤيد هذا بقى صورة الطلاق نفسها لأن صورة الطلاق لما جئنا لقاية الطلاق لقينا الشهادة موجودة قال طب ما ناخد دي وبدل ما نخليها زي الأئمة الأربع ما بيقولوا إنها استحباب نخليها وجبة يبقى إذا هنحل كثير جدا من قضايا أنا قلت لها انت طالق وهي قالت لي انت طالق مش عارفه طلقني طلقني إلى آخر بس كان سابق عاصره في هذه القضايا فالاختيار الفقهي هنا هينفعنا حتى هينفعنا غير دلوقتي فأنا بقول أن إحنا لو خدنا الشهادة كركن من أركان الطلاق يبقى هنقول الشفاو هيقع وكل حاجة لكن هذا الشفاو الذي سيقع يحتاج إلى تأني فرصة لالتقاط الأنفاس الستة اللي بتقوله طلقني طلقني دي يقول لها انت طالق تلشوف بعتني من أقرب طريق وتعيط طيب الحدود كان في قضية بقى ومحاكمة في الأظهر بس قالت إلى مفيش مفيش آه يعني هي قالت إلى إنه ده رأي ناتج من تداولات وكذا وحفظ التحقيق في هذا الشأن بالرغم أن أحدهم كان يكفرهم كان في حد يكفره في اللجنة واخد بالك لكن لم يستطع بعد سمع كلام الشيخ وترتيباته الفقهية الأصولية إلا أن يقول لا هذا رأي معتبر لأنه لم يخرج عن قواعد ومناهج التي ورثناها وعرفناها لدين الإسلام طيب آخر حاجة تجسيد الأنبياء على شاشة من أراءه التجديدية هل ده كان صحيح؟ أو هل الطرح ده الطرح منه؟ الطرح ده ما قائل به أيضا بعض علماء المسلمين أنه الأنبياء ولكن ده مخالف لما عليه جمهور علماء الأصغر اللي هو أنه نمثل ليه؟ يعني مثلاً الجماعة علماء العراق وإيران وكده بيقولوا مفيش بأس زي الشيخ عبد المتعال لكن الفكرة إيه في ما قولت مجمع البحوث وهي كبار العلماء أنه ده ممنوع أن الممثل بيحاول أن ينقل صورة تبقى صورة ذهنية لدى المتلقي لدى المشاهد طب هذا الإنسان اللي هو النبي له جهتين جهة شايفها الناس والجهة تانية هو نفس الممثل ما أرفهاش وهي علاقته بالوحي هيمثل إزاي بقى؟ مش هيعرف يجيبها مش هيعرف إيه هو إحساس الوحي لأنه أمر خاص بهؤلاء فقط طب هيعملها إزاي دي بقى؟ وهو يتلقى الوحي ومن هنا سيكون نقلاً ناقصاً كاذباً في ناس هي محل أسوى حسنة ومحل تلقي ومصدرية ومن هنا الخطورة حضرتك أنا بعد كده المصدر بتاعي الممثل ده ما هواش الحقيقة الواقعية النبوية كلام ده في ممتال أهمية والكلام ده له علاقة بعلاقة الإنسان مع ربه لأن علاقة الإنسان مع ربه جعلت ده مفتاح لهذه العلاقة بيقوله إيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بيقوله إيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بيقوله إيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دخول الممثل في الوسط يبقى هيضيع للجانب ده وأنا مش عايز زلودية أنا شكر لفضلتك يعني هذه المعلومات القيمة والسريحة والشخصية فريدة فلد الشيخ عبد المتعالي الصعيد شكراً جزيلاً فلدكتور رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه يا رب يا رب اللهم عمد شكر الله حضرتك وشكر موصول لحضرتكم إلى اللقاء